تحدكني طالبة في ثانوية عامة اني ارشح لها فيلم يساعدها على المذاكرة وهي اللي كسبت الحقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبذ وترشحات افلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية خلال الاسبوع الاول من اكتوبر 2018 النهاردة حلقة تعليمية في المقام الاول وده لان واحد من الترشحات السينمائية اللي معانا النهاردة له علاقة بالتعليم ولانه موضوع ظريف الحقيقة وفكرني بافلام كتير حلوة بس اللي هتلاحظوه فعلا ان مفيش افلام بتشجع الطلاب بشكل مباشر على الاجتهاد في المذاكرة فانظمة تعليمية متأخرة كل الافلام اللي ليها علاقة بالتعليم بتؤيد التمرد على المناهج المعلبة دي وبتشجع على الابتكار وارضاء الموهبة والشغف وخلونا نشوف مع بعض الأسبوع ده سينمائيا فيه اربع ترشحات بس انا عادة بيبقى عندي خمسة بس مش هقلف يعني الافلام الجديدة اربعة بس فعلا استكمالا للاجندة السينمائية المصرية غزيرة الانتاج السنادي الترشيح الاول حيروح للفيلم العربي عيار ناري سيناريو عيار ناري لهيثم ضبور في تاني تجاربه السينمائية الروائية الطويلة بعد فوتوكوبي اللي كان من افضل الافلام العربية في 2017 في تأديري والاخراج لكريم الشناوي في اول تجاربه السينمائية الروائية الطويلة بينما البطولة لأحمد الفشاوي ومحمد ممدوح وروبي وأحمد مالك فريق جامد الصراحة كل حاجة في الفيلم تدعو للإعجاب والترقب باستثناء ردود الافعال النقدية السلبية ولكن كالعادة حنشوف ونحكم بنفسنا نفضل مع ردود الافعال النقدية السلبية والصدمة اللي جات لنا كلنا مع انطلاق عرض فيلم فينم ب28% بس على روتين طوميتوس الصراحة كان فيه تساؤلات كتير وعلامات استفهام كتير حوالين الفيلم وأنا عن نفسي عبرت عنها في التريلر رياكشن ولكن برضو كنت أحب ان البداية تكون مرحبة أكتر من كده فينم من أكتر الافلام المرتقبة بسبب وضعه الغير مفهوم قوي بالنسبة لأفلام عالم مارفل وشخصية سبايدر مان وبسبب كونه من بطولة توم هاردي آخر مرة شفنا فيها توم هاردي في السينما كان في دوره المتوسط حجما السنة اللي فاتت في فيلم دونكيرك وقبلها The Revenant في 2015 تصوروا؟ بس عموما الفيلم لازم يتشاف ولازم يتراجع وأتمنى من كل قلبي أنه يعجبنا جميعا حالة من الجفاف في أفلام الرسوم المتحركة أصبحت معتادة للأسف في السنين الأخيرة بيكسرها فيلم سمالفوت ما كنتش عارف أي حاجة عن الفيلم ده لغاية لما شفت التريلر بتاعته في السينما وعجبتني جدا الصراحة واتفاجأت أن البطولة الصوتية لتشانينغ تيتم وزندايا وداني ديفيتو وليبرون جيمز حسيت من التريلر أن فكرة الفيلم برضو عن تقبل الآخر لما تبص لنفسك بعينه وده شيء العالم محتاج كتير منه اليومين دول وأعتقد برضو أن ده الاختيار الأنسب للمشاهدة العائلية الأسبوع ده الترشيح الرابع والأخير هو الفيلم التعليمي اللي معانا في المشاهدة السينمائية وهو فيلم نايت سكول هو الحقيقة فيلم مش جديد هو نزل الأسبوع اللي فات بس أنا الصراحة ما تحمستش لترشيحه والحقيقة كمان هو مش فيلم تعليمي أو يعمي هو يدوب أحداثه ليها علاقة بمدرسة ليلية والصراحة بقى أنا اتخنقت من كيفن هارت وشايف أن الكوميديا بتاعته كلها بقت شبه بعضها نضيف كمان أنه مسجل 30% على روتن توميتوز وما بقاش عارف أنا برشحه ليه أصلا بس عموما هو اختيار كوميدي ولو حد بيحب كيفن هارت يبقى قاديني بلغت أنه ليه فيلم جديد في السينما الترشيحات المنزلية كلها بقى لها علاقة بالتعليم زي ما قلت ونبتدي مع Accepted الفيلم من إنتاج 2006 وبيجي كتير على NBC2 والقنوات الأخرى ولو ما شفتهوش قبل كده لازم تشوفوه الفيلم رائع على المستوى الكوميدي وكويس على المستوى الدرامي ومهم جدا على مستوى الرسالة الفيلم بيناقش هوس الاهتمام بدخول الجامعة وبينتقد بشكل حاد جدا مقيس القبول وجمود المناهج الجامعية ورغم أن أحداثه بتدور في أمريكا لكنه قريب جدا من المعاناة المصرية أظن أن فيه فيلم مصري حاول ينسخه قريب بس مش فاكر اسمه الحقيقة الترشيح التاني من سنة 1995 وهو لفيلم مستر هولنز أوبس الفيلم بيحكي عن ملحن بياخد وظيفة كمدرس موسيقى وبتغير حياته وهو من بطولة ريتشارد جريفوس وترشح لأسكر أفضل ممثل عن دوره فيه الراجل ده كان ليه شعبية كبيرة جدا ومثل في أفلام كتير في فترة السبعينات والتمانينات وبداية التسعينات كمان فلو الفيلم ده عجبكم قلولي حلقلكم ليه ترشيحات كتير الفيلم كمان فيه جانب فورست جامبي كده في تناول متغيرات فترة زمنية طويلة وفيه علاقة جميلة ومتقلبة ما بين أستاذ وتلاميذه الترشيح التالت من السينما الوطائقية وهو الفيلم مهم جدا بيستعرض الوجه القبيح للتعليم في أمريكا اسمه Waiting for Superman الفيلم تعرض سنة 2010 وأنا فاكر كويس أنه عمل ألبان كبير جدا سواء على مستوى التأييد أو على مستوى المعارضة من المؤسسات التعليمية الأمريكية طبعا الفيلم بيستعرض وبينتقد الرحلة اللي التلميذ وأهله لازم يخضوها عشان يدخل مدرسة كويسة وبينتقد كمان أسلوب تعيين وتقييم المدرسين وكل حاجة تقريبا في العملية التعليمية بس عموما الفيلم معمول كويس وفيه برضو مفردات كتير متشابهة مع مشاكل التعليم في مجتمعنا يمكن الترشيح الرابع وفيلم Finding Forster هو أكتر فيلم فكرت فيه بيشجع على المذكرة بشكل مباشر بس برضو مش بشكل تقليدي بطلنا عنده مشكلة في نقطة تعليمية معينة فبيستعين بمساعدة من خبير وبتنشأ ما بينهم صداقة غير متوقعة الفيلم هو البطولة القبلة الأخيرة لشون كونري وعامل فيه أداء رائع وبيشارك في بطولته أف موري إبراهم في دور قريب جدا من طبيعة دوره في أماديس ترشيحنا الأخير للمشاهدة المنزلية هو أقل فيلم ليه علاقة بالتعليم يدوب بطلو بيشتغل مدرس وهو فيلم Fever Pitch الفيلم من إنتاج سنة 2005 وهو بكل تأكيد أفضل ظهور سينمائي لجيمي فالن وشاركته البطولة درو باريمور الفيلم بيدور عن مدرس مهووس بفريق بيسبول وتأثير ده على حياته العاطفية وهو يعتبر فرمات عالمي ونسخته الأصلية إنجليزية والبطل فيها كان مهووس بالأرسنل فأهو هدية للمنتجين المصريين اللي بيحبوا ينقلوا وده فعلا فيلم سهل يتنقل وسهل يتفصل على مجتمعنا وسهل جدا يطلع منه كوميديا ودراما للصبح المهمة بس حضراتكم شوفوا الفيلم وفكروا في موسم 2002-2003 بتاع سيد عبد النعيم الله لا يرجعوا ده الزمال كوية لوحدهم يحطموا الأرقام القياسية لشباك التذاكر ده كده كل اللي عندي في ترشحات الأسبوع وأتمنى إنها تنال إعجابكم ولو عندكم ترشحات لأفلام حلوة لها علاقة بالتعليم ومش مشهورة قوي ياريت تساهموا بيها في الكومنز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي